تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أهل انهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة. هنأه خلاله بالتعينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي. ودعى الله تعالى أن تكون هذه التعينات دفعة قوية لمسيرة التطور والتقدم في البلاد. متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أهل انهيان عن شكره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد لتهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة. متمنياً لدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.